السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي اليوم سأقوم بتصفح اليوم في فيسبوك فإذا أفاجأ بصورة ما هي هذه السيمولايف هذه الشخصية اللي غنية عن التعريف فإنفو أنك خدام في شي ضومين أو شي مجال في بارا انترنت في المغرب فأوتوماتيك مو أول واحدة غادي يطلع لك هو هذا السيمولايف يعني عنده علاقة بجميع له ضومين أنت على الربح من الانترنت علاش هاد السيد نايد على هاد الدجرة الكبيرة وعلاش هاد الصورة هادي يعني دير بوم اليوم في الفيسبوك فأولين أختي الأراء التحترم والنقاش لا يفسد في الود القضية فباش نكون واضحين يعني هاد الصورة هادي يعني كتب فيها الحمد لله وشكر الله فتحت علام صرانة الزيدة في تايلاند دعواتكم وأحمد الله وأشكره لأن الآلام جاءني بعد أن وصلت تايلاند حيث الطيب متقدم والمستشفية خمس نجوم وكان من الصعب تشخيص حالتي لأنه قرية الدم طبيعية وكل حالي طبيعية وحتى تحيل الموجات الصوتية طبيعية وليس عندي أي ألم في أسفل البطن وبعد الكشف إرام تم اكتشافها جنب المعدة في القفى الصدري ولو لم يكن طبيب شاطر توفر كل الأجهزة لما أولا طلبوا الله الشفاء العجل للسيمولايف والعوداء للميادين وثاني حاجة هذا السيد ما يضع عليه واحدة روينة كبيرة مقسوم أو آراء مقسم على جوجة الحواج كل المؤيد له وكل المعارض له لكي نعرف هذه الشخصية أكثر فالسيمولايف كانت نطوة روينة كبيرة بينه وراغب آمين وكل واحد يجب الأسرار نتعى الآخر وبنسبة للسيمولايف يعني الدريريكتار عرفوه كيفاش يبدأ فأولا السيمولايف كان صديق ديال راغب آمين راغب آمين في واحد القيطة يعني في 2000 في الألفينات يعني كان عنده واحد الجمهور واحد القاعدة جماهيرية كبيرة السيمولايف ما كانش معروف السيمولايف كان غادي يقد واحد الكورس وغادي يعطيه الراغب آمين باش يحاول يدير لها بحلق لنا الإشار يعني السيمولايف در الكور كان 1000 درهم تقريبا باش كيبيعو در الفيديو اللوول قدموا راغب آمين شافوه الناس الناس تتقوا في راغب آمين أوتوماتيك مو تقوا في السيمولايف كيقولوا الرواية بأنه در فيديو واحد ومبقاش كمل هذه السلسلة ومشاء لظروف ما عرفنا عاش هادي أول حاجة كل شي عارفة على السيمولايف تاني حاجة كيقولوا بأنه بدأ الحياة ديالو ومسيرة ديالو بدأ بالمواقع نتاعه على الروش هنا لا داعي لذكر لا داعي لذكر التفاصيل أكثر لأنه وبين هذا المواقع كيقولوا بأنه كيقولوا بأنه هذا الفيديو يمكنك أن نظر على الحاضر كي نفيدكم كي لا تبقى ومشاء كي نتبعينها كي نقول لكم أن هذا السيد هذا السيد يقدر يغيير لك حياتك هذا السيد هذا خصوص أنت تأخذ الجانب الإيجابي هو يعطيك طاقة إيجابية التي تقدر تتغير بها الحياة ولكن شوف أنت كيف ستتعامل مع هذه الطاقة الإيجابية وماذا ستحاول أن تبدل لرسك وماذا ستحاول أن تغلب على هذه العادة السيئة أم لا ستتبع تنتهي لعباً وهذا يجب فلسائب كده وهذا يطلع بكده وهذا كده يعني حيد هذا التسويف وحيد حيد هذا اللوم الآخر ديما كنا نأخذه من هذا الحاجة الزينة وكنا نحي وكنا نلوحه الحاجة الخيبة هذا الشيء اللي بتنوصل لك في هذا الفيديو هذا يعني أخويا شوف تقل على الله وبدأ وديما أي واحد في هذه الحياة إلا أعطي الله أحد الجانب إيجابي وأحد الجانب السلبي أنت حاول تستفيد من الجانب إيجابي وخلي الجانب السلبي واته الله لي أفرسكم